بينما تتجه الأنظار صوب روما التي تصدف غدا اجتماعات لمسؤولي المخابرات المصرية والإسرائيلية والأمريكية إضافة لمسؤولين قطريين لبحث التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس على صفقة لتبادل الأسرة أخف لإطلاق النار لوضع حد للمأساة التي تعيشها غزة انتقلت كرة اللهب إلى الجبهة الشمالية قصف لملعب كرة بالجولان المحتل رحض حيته عشرة أشخاص على الأقل لتتجه أصابع الاتهام إلى حزب الله ولتعلن إسرائيل أنها تبحث عن رد حاسم ترجمة نانسي قنقر قال الجيش الإسرائيلي أن حزب الله هو من يقف وراء إطلاق صاروخ على مجدل شمس بالجولان وعلى الفور أعلن عن عقد جلسة أمنية عن بعد بين نتنياهو من واشنطن مع قادة الجيش مسؤولون إسرائيليون وقالوا إن إسرائيل مضطرة لبحث ذهاب إلى الحرب في لبنان وهو ما أكده وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن جيفير الذي دعا إلى الذهاب إلى الحرب على الجبهة الشمالية ومع بن جيفير اتفق رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بني جانس الذي قال حان الوقت للتحرك في لبنان وسائل علام إسرائيلية نقلت عن مسؤولين الرد على هجوم مجدل شمس سيكون موسعا مسؤول إسرائيلي قال إن حدث مجدل شمس سيؤدي إلى تحول دراماتيكي في القتال مع حزب الله ولينقل الإعلام الإسرائيلي أن واشنطن طلبت من إسرائيل ردا مدروسا على حزب الله إذن من جنوب لبنان تنضم إلينا مراسلة الحدث زميلة ناهد يوسف مرحبا بكي ناهد وكذلك تنضم إلينا من لانا كلغاسي تنضم إلينا من الداخل مرحبا بكم أبدأ من عندكي ناهد التطورات الجديدة الآن هذه العملية في مجدل شمس وحتى هذه اللحظة الهدوء الحذر والمريب يخيم على الجبهة الجنوبية غاب الطيران الحربي الذي كان يواصل تحليقه فوق البلدات الحدودية غابت كل العمليات بالنسبة لحزب الله وحتى الاستهدافات الإسرائيلية التي كانت آخرها غارة على بلدة بليدة في الوقت أو تزامنا مع الوقت الذي كانت حصلت فيه العملية في مجدل شمس غير ذلك هناك ترقب لما سيكون عليه الرد الإسرائيلي ما هو حجم هذا الرد وكيف سيكون وإن كان فقط بضربة موجعة على حزب الله كما يقول بعض المسؤولين الإسرائيليين أم سيكون على لبنان لذلك بالفعل هناك ترقب وتخوف من أن يحصل أي رد عنيف على لبنان مع العلم أن حزب الله نفى نفيا قاطعا بأن تكون له أي علاقة بهذا الصاروخ الذي أطلق على الملعب في مجدل شمس وكانت هناك أو ما يتم تداوله في لبنان عن رمي هذه التغمة على القبة الحديدية بأنها كانت أخطأت أو ربما قد تكون أخطأت وأن يكون ما أطلق على الملعب هو صاروخ اعتراضي هذا ما يتم الحديث عنه في لبنان في الأوساط العالمية حتى هناك تذكير بعدة حوادث سابقة حصلت في المنطقة نفسها عن صواريخ اعتراضية من القبة الحديدية أدت إلى أو سقطت في المنطقة نفسها وأدت إلى خسارة في الأرواح وفي الماديات حزب الله مصر أو يؤكد بأن كل الادعاءات الإسرائيلية ادعاءات كاذبة وأن لا علاقة له بهذا الموضوع اليوم كان قام بسلسلة من الاستهدافات وأطلق عشرات الصواريخ بمختلف أنواعها من كاتيوشا وبركان وفلق نحو عدد من الأهداف الإسرائيلية الثكنات الإسرائيلية كرد على مقتل أربعة عناصر نعتبناهم حزب الله وقال بأنهم عناصر من حزب الله في غارتين استهدفتا بلدة كفاركيلة منزلين في بلدة كفاركيلة ولكن منذ حصلت هذه العملية توقفت كل الأعمال الآن هناك سلسلة من التصريحات السياسية التي صدرت منذ بعض الوقت بعد أن غابت لمدة بعد حصول هذه العملية كان أبرزها لرئيس مجلس نواب نبيه بر الذي قال بيان صادر عنه بأنه تلقى اتصالا من المنصقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان وأنه قال لها بأن لبنان رغم كل ما تقوم به إسرائيل من خرق للقرار الدولي 1701 إلا أن لبنان وحزب الله ملتزمان بهذا القرار وبقواعد الاشتباك وبعدم استهداف المدنيين وهو تأكيد آخر بأن حزب الله لا علاقة له بهذه العملية الناطق باسم اليونيفل أندريا تينانتي في اتصال مع الحدث قال بأن اليونيفل تقوم بسلسلة من الاتصالات مع جميع الأطراف لخفض التوتر فقد اكتفى بهذا التصريح المقتضب أما الحكومة اللبنانية فقد صدر عنها بيان تدعو فيها إلى وقف كل الأعمال العدائية والاقتتالية على كافة الجبهات منددة باستهداف المدنيين إلا ذلك الآن هناك ترقب لما سيكون عليه الرد الإسرائيلي وكيف سيكون حجمه أو نوعه طيب لانا مرحبا بك نسألك عن الاجتماع وعما رشح حتى اللحظة بعد ما تحدث به هغاري قبل قليل آخر التصريحات كانت من وزير الداخلية الإسرائيلي تحدث بأن الرد على استهداف حزب الله يعني يجب أن لا يكون أقل من استهداف الحوثيين بيئة المسيرة لتل أبيب نحن نعلم أن الاستهداف الإسرائيلي لليمن كان استهدافا كبيرا واستهدافا قاسيا ويعني تحدث عنه الجميع بأنه ربما ردت فعل أكبر من المتوقع من الجانب الإسرائيلي وبالتالي أن يطالب أيضا وزير الداخلية الحكومة الإسرائيلية بأن تكون ردها كبيرا وقاسيا على حزب الله وهذا أيضا يؤكد ما تحدثت عنه بعض المصادر للقناة الثانية عشر العبرية بأنه ربما هذا الحادث سوف يكون نقطة تحول للحرب بشكل دراماتيكي على الجبهة الشمارية ضد حزب الله وبالتالي نحن نتحدث عن موقف صعب للغاية هذه الفترة التصعيد اليوم أيضا كان أكبر مقارنة في الأيام القليلة الماضية نتحدث عن مئة قضيف صاروخية أطلقت من الجنوب اللبناني نحو المستوطنات الشمالية وأيضا آخرها ربما الاستهداف الأقوى كان لمجد الشمس طبعا كان قد نفى أيضا حزب الله بأنه له يد باستهداف تلك المنطقة ولكن الجيش الإسرائيلي يخرج بعدة بيانات بشكل متكرر ليؤكد حسب الرواية الإسرائيلية بأن هذا الاستهداف هو نتيجة صاروخ أطلقة من الجنوب اللبناني وليس بسبب قبة حديدية أو صواريخ القبة الحديدية التي سقطت هناك بعض المصادر تتحدث بأن ربما يكون هناك خطأا من القبة الحديدية أدى بنهاية المطاف إلى سقوط هذا الصاروخ الاعتراضي إلى تلك المنطقة وما أدى بنهاية المطاف إلى إصابة 34 من السوريين العرب في الجولان السوري المحتل وبقتل عشر على الأقل طيب لانا كذلك أريد أن أبقى معك لأسأل فيما إذا كان هناك أي أخبار رشحت عن عودة نتنياهو من الولايات المتحدة الأمريكية هو بدأ يدرس مسألة العودة بالفعل يعني هو من المتوقع أن يصل غدا بتوقيت القدس في تمام الساعة الواحدة ظهرا وبالتالي يكون قد قدم إلى البلاد بثلاثة ساعات ونصف أقرب من المتوقع طبعا حسب هذه مصادر صحيفة دعوت أحرنود وبالتالي هذه أيضا مؤشر بأن التصعيد في الجبهة الشمالية هو مقلق لذلك بن يمين تنياهو يقرر العودة مبكرا من الولايات المتحدة لاستكمال هذه المباحثات الأمنية وربما لدراسة أيضا الرد الإسرائيلي المرتقب على الجنوب اللبناني طيب ناهد عشر ثواني فقط أريد أن أسأل عن موقف القوات الدولية نعم القوات الدولية كانت المتحدث باسم القوات الدولية عند ريات يننتي وفي اتصال مع الحدث قال بأنه يقوم بالاتصالات مع جميع الأطراف لخفض التوتر هو فقط اكتفى بهذه الجملة المقتضبة لم يكن له أي تصريح آخر أو رفض الرد على أسئلة أخرى فقد اكتفى بهذا التصريح المقتضب ترجمة نانسي قنقر